الوصفة دي هدية مني لكم ايوا علشان هنعمل مع بعض اكتر حاجة بيحبوها اولادنا ودايما دايما دايما بناكلها في المطاعم هنعمل مع بعض النهاردة صدور الدجاج المدخنة بطريقة سهلة جدا وطبعا هقول لكم ازاي تطلع طريقة مظبوطة في السوى هقول لكم كل الاسرار وتفاصيل وكمان هقول لكم استخدامات كتيرة جدا لها يعني ممكن تكون مش سندوشات بس لا هتكون حاجات تانية كتيرة هتستخدموها وهتنبسطوا بيها جدا هقول لكم كل الاسرار وتفاصيل علشان تعملوها في البيت بمنتهى السهولة ويلا بينا بسرعة نشوف ايه المكونات وطريقة التحضير وعلشان نعمل صدور الدجاج المدخنة لازم لازم نلتزم بكل اللي هنقول عليه اول حاجة واهم حاجة هو محلول النقع محلول النقع ان احنا بنكون غاليين مية لتر من المية وهنسيبه يبرد تماما ونحط عليه توابل صحيحة اللي عبارة عن عود من القرفة حبهان ورنفل اي توابل صحيحة موجودة عندكم وكمان هنحط معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر المعلقة كبيرة ملح بتنفع للصدرين من الدجاج لكن لو هتعمله زي اربع صدور دجاج انا عملت معلقتين كبار ملح وكمان معلقتين كبار من السكر وبنسيب صدور الدجاج الجميلة بتاعتنا اربع وعشرين ساعة في التلاجة الموضوع ده بيخلي الدجاج بتاعنا صدور الدجاج طرية جدا وبيمنع اي رحة زفرة بعد كده بنخسلها وبنصفيها كويس جدا وبنشيل اي زوايد موجودة ولازم لازم نصفيها كويس جدا جدا وبنجيب اي خلة سنان او بنجيب العصاية بتاعت الشيش طووك وبنعمل فيها فتحات نيجي بقى للبهارات اللي هنضفها على صدور الدجاج الخطيرة بتاعتنا هنحتاج معلقة صغيرة من فلفل اسويد وكمان بصل بدرة وبابريكا مدخنة ودي أساسية وتوم بودرة وزعتر كمان مجفف ويه كسبرة نشفة وملح وكمون ويه كمان ليفضل يكون فيه مستردة بودرة بدي تطعم خطير ويه مع رب نص معلقة صغيرة من الحدهان ورشة من الإرفة أنا كمان كان عندي توابل فهيتة جهزة لو مش عندكم ممكن تستخدموا معلقة كبيرة من التوابل الفراخ انتوا بتفضلوه هي دي التوابل اللي أنا ضفتها على صدور الدجاج نجل طريقة التدبيل ودي برضو مهمة جدا هنمسك كل صدر من الدجاج ولازم نغلفه بخليط البهارات اللي احنا اتفقنا عليه غلفه من كل النواحي ما تسيبوش حتة صغيرة مش متغلفة بالبهارات الجميلة دي هتفرق جدا معكم تعالوا نشوف طريقة التسوية المزبوطة لصدور الدجاج الجميلة بتاعتنا أنا استخدمت طاصة تكون تقيلة أنا بالنسبة لي احسن تسوية هي الطاصة الحديد فعلا خطيرة وسخنتها كويس جدا 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 وضفت عليها معلقتين تلاتة من الزيت اي نوع زيت وقدتها الصدمة وهي دي اهم حاجة في طريقة التسوية لازم تعمل صوت الصدمة عارفين الصوت اللي هو هو ده مهم جدا وصبتها تلات دقايق بالزبط تلات دقايق بالزبط ما جدش جنبها خالص بعد التلات دقايق قلتها الناحية التانية وهديت النار على درجة حرارة ووسط وصبتها 6 دقايق كمان بعد الست دقايق خلي بالكو طريقة التسوية دي بتخلي الفراخ بتاعتنا مستوية كويس جدا ومظبوطة كويس جدا جدا بعد الست دقايق قلبتها الناحية التانية لمدة 6 دقايق بس ضفت مكعب من الزبدة وبتدي تعمل مساش خفيف كده على صدور الدجاج بس كده هي هتكون استود بالزبط مجموعة السوى بتاع السدر الواحد 15 دقايق هي دي الطريقة التسوية المظبوطة اللي بتخلي الفراخ بتاعتنا طريقة ومستوية كويس جدا جدا من جوه وبعد ال 15 دقايق لازم تسيبوها ترتاح حوالي 15 دقايق كمان ومن غير ما تغطوها مهم جدا تسيبوها ترتاح عشان لما تيجوا تقطعوها تبقى بالمنظر الخطير ده قطعوها سلايز رفاية التخين قطعوها مكعبات مربعات يعني بصوا هتقطعوها بالشكل اللي انتو تحبو بس قطعوها سلايز رفاية جدا هتتقطع من جير ما تتفرجوا اللي معاكم طيب تعالوا قلكم عملت بيها ايه اول حاجة عملت بيها طبعا كان لازم اعمل بيها البيتزا عملت البيتزا معاكم قبل كده هسيبلكو تحت في صندوق الوصف الطرق البيتزا اللي انا عملتها سواء البيتزا الصحية او البيتزا بالتخمير البطيء هسيبلكو تحت في صندوق الوصف ويه اه طبعا الصوس البيتزا ده برضو كل حاجة هم ماد انتو عارفين ان انا من انصار انك لازم تعمله كل حاجة في البيت وحطيت شرايح الدجاج المدخنة وحطيت خضار زتون المشرم المشوي حطيت كل حاجة علشان اعمل بيتزا زي اللي بنا كلها من بره بالزفت وعايز اقولكم كانت احسن كمان اهم تركة في البيتزا ان انتو تعجنوها كويس وتصيبوها ترتاح وكمان تخرموها بالشوكة علشان ما تنفيش وتبقى زي زي العيش وطبعا محطوا ميكس اللي تشيز اللي انتو بتحبو ولازم كمان تتحط في فرن سخن جدا علشان تكون بالمنظر الخطير ده عملت بيها كمان سوشي ما كانش ينفع يبقى عندي صدور دكاك ومعملش سوشي السوشي برضو عملته معاكم قبل كده هسيبلكو لينك الوصفة تحت في صندوق الوصف وهو من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملوها في البيت فعلا سهل جدا بتحطوا فيها افوكادو بتحطوا خص بتحطوا فلفل بتحطوا اي خضار تقطعوه رفيع جدا دي اهم حاجة وتقفلوه كويس جدا ومتملوش رز كتير علشان يبقى كده مش كل رز بس لا يبقى زي بتاع برة يبقى فيه برضو خضار بصوا السوشي انا اول ما خلصته حاجة تانية هقولكم عليها لازم تقطعوه بسكينة حمية جدا السوشي من الحاجات السهلة جدا صدقوني في البيت وارخص بكتير لو عملته في البيت السوشي بيتبع بالوحدة وبيبقى سعره مكلف جدا فلو جربته في البيت هتنبسته منه جدا وخصوصا بصدور الدجاج دي وفعلا كان خطير اخر حاجة عملت بيها صدور الدجاج المدخنة طبعا كان لازم اعمل ساندويتش فهيدة كان عندي عيش صوج عملت الصوس حطيت صوس اي صوس متوفر عندكم انا بنسبالي حطيت صوس البيري بيري ده بتاع الدجاج انا بحبه قوي خصوصا بيكون سبيسي كده شوية وحطيت صدور الدجاج حطيت جبنة حطيت يعني حطوا الخضار اللي انتو بتحطوه بس ما تحطوش خاص وسبوها شوية كده على الطاصة او في الساندويتش ميكر الجبنة تسيح شوية وهيبقى خطير ومش محتاجة اقول لكم ان ده اسهل حاجة ممكن تعملوها في اللانش بوكس صدقوني الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منكم وقت خالص فعلا خطير ومتأكدة متأكدة ان هو هيجبكم جدا لو التزمتم بكل الحاجات اللي قلنا عليها وبس كده خلاص خلصت وصفة النهاردة اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكونوا عرفتوا كل الاسرار والتفاصيل علشان تعملوا الاز صدور دجاج متخنة من ايديكم ويا ريت لو عجبتكم وصفة النهاردة تدوسوا لايك ولو اول مرة تشوفوني انزلوا بسرعة بسرعة تحت اشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم كل جديد واشوفكم قريب جدا على خير ان شاء الله باي باي